اشتركوا في القناة هذه هي الحلقة الثالثة من حلقات هذا البرنامج وسنتحدث معكم فيها بإذن الله عن خلق الرحمة أيها الإخوة الرحمة خلقوني بعث من شعور العبد بما يقاسيه غيره من هموم وآلام وأحزان فيحمله ذلك على الوقوف إلى جانبه وإصداء المعروف إليه وإننا معاشر أهل الإسلام على اختلاف ألواننا وأجناسنا وبلداننا وأعمارنا في حاجة كبيرة إلى أن نتراحم فيما بننا وأن نكون من الرحماء وأن تكون قلوبنا مليئة بالرحمة إذ هذا هو وصف أهل الإيمان فقد صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذ اشتكى عضواً تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى وهو الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى عنهم بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بنهم فالشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين صفتان من صفات المؤمن ويقول سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما فالرحمة خص الله بها المؤمنين لتكون سبيل نجاحهم ووسيلة فلاحهم فبها ينتصرون على أعدائهم وبها تنزل السكينة في قلوبهم ويزداد إيمانهم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فالإيمان بالله رحمة واقتماه الله تعالى في القرآن رحمة فقال تعالى على لسان نبيه صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة أي إيمانا وسم الله سبحانه وتعالى الإسلام رحمة فقال يدخل من يشاء في رحمته أي في الإسلام وسمى سبحانه وتعالى القرآن رحمة فقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وسمى سبحانه وتعالى التوفيق رحمة فقال وَلُّلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلِكُمْ وَرَحْمَتُهُ أي توفيقه ما زكى منكم من أحدنا بدع فمن وفقه الله تعالى لطاعته فقد رحمه وسمى سبحانه وتعالى الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم رحمه فقال وَمَا أَرْصَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أيها الأخ المؤمن إن حياتك كلها رحمة إذا تأملتها فإيمانك رحمة وإسلامك رحمة وكتابك الذي هو القرآن رحمة والتوفيق الذي وفقك الله تعالى لطاعته رحمة ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم رحمة فيجب عليك أيها المؤمن أن تتجلى وتظهر فيك آتار هذه الرحمة وأن استعملها في ميادين عملك وفي مرافق حياتك كلها فإذا كنت صاحب سلطة فاعديل ولا تظلم وخذ للمظلوم حقه من الظالم ففي ذلك رحمة وإن كنت موظفا إداريا احرص على أن تؤدي واجبك نحو من ياتونك كل حين لغرض من أغراضهم التي أنت مسؤول عنها والتي هي بين يديك ففي ذلك رحمة وإن كنت صاحب مهنة أو حرفة فيجب عليك أن تخلص فيما تصنعه وتعمله من عمل دون غش فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده إذا عمل عملا أن يتقنه فإذا أتقنت عملك وأخلصت لأجله ففي ذلك رحمة وإن كنت فلاحا وقمت بما تقتضيه مهمتك في الفلاحة من إتقان وجودة ليحصل بذلك الإنتاج والاستفادة لك ولمواطنيك فتنعم البلاد ويزدهر الرخاء ويتوفر الأمن الغدائي لكافة المواطنين ففي ذلك رحمة وإن كنت غنيا آتاك الله من فضله فلا تبخل بما أفاء الله عليك نحو اليتيم المقهور والسائل المحروم ففي ذلك رحمة وإن كنت تاجرا ممونا تمون إخوانك المواطنين بما تتطلبه ظروفهم وحياتهم فيجب عليك أن تستعمل الرحمة في معاملتك إياهم خصوصا وقت الشدة فإذا جلبت البضائع إلى متجرك فلا تحتكرها وتتضخرها حتى تبيعها بأغلى تمان لتستفيد أكثر ويكون ذلك على حساب المستهلكين والمصدعفين منهم على الأخص وقد حرم الله عليك احتكار القوت وما يقوم مقامه وقد أحل الله لك ربحك المشروع الذي لا ضرر فيه ولا ضرار فإن قنعت بما أحل الله لك واجتنبت ما أحرم الله عليك ففي ذلك رحمة وإن كنت عالما فأعمل بعلمك لصالح مجتمعك ودينك ووطنك ففي ذلك رحمة وإن كنت أستاذا أو معلما تلقن العلوم لأبناء وطنك وفلدة مجتمعك الذين اشرعبوا عناقهم بما تجود به عليهم من علومك ومعارفك ففي ذلك رحمة وإن كنت زوجا فأحسن إلى زوجتك وعاشرها بالمعروف وحثها على الخير وحذرها من الشر برفق والين دون جفاء ولا غلظة ولا قبح قول ولا سوء معاملة ففي ذلك رحمة وإن كنت أبا فارحم أولادك من بنينا وبنات رحمة تتمثل في الإنفاق عليهم والإحسان إليهم وتربيتهم وتوشيههم والأخذ على أيديهم وتفسيرهم بطرق الهدى والرشاد وتحديدهم من طرق الهلاك والفساد ففي ذلك رحمة وإن كنت ابنا ولك والدان أو أحدهما فأحسن إليهما وبر بهما عملا بقوله تعالى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أفهم ولا ترهرهما وقل لهما قولهم كريما واخفض لهما جلاح الذل من الرحمة وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرا ففي ذلك رحمة فلنتق الله تعالى أيها الإخوة المؤمنون ولنا كنرحماء مع أنفسنا ومع أسارنا ومع جميع من استحق الرحمة من المؤمنين فإن تراحمنا فيما بننا من أعظم ما نستجلب به رحمة الله لنا في دنيانا وأخرانا بصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء نسأل الله صبارك وتعالى أن يوفقنا لكل عمل نحبه ويرضاه وأن يجعلنا ممن يشملهم توفيقه وإحسانه ورضاه وأن يدخلنا في رحمته لنكون رحماء بننا أشداء على أعدائنا حتى نحقق ما نرجو منه سبحانه إنه رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين